والحقيقة دي انا بشوف انها ميزة مهمة جدا 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 في منظومة النادي الاهلي ان المدرب الاجنابي او اي عضو اجنابي بييجي مصر عارف كويس جدا متطلبات النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي وكأن اللي بيبقى جاي ده بيفتح يشوف البطولات بتاعت النادي الاهلي وتاريخه فبيقول ايه ده الناس دي جايباني ليه يعني الناس دي عايزة ايه اكتر من اللي عملته فبييجي فاهم كويس جدا ان جمهور النادي الاهلي دايما متطلب ودايما ما بيبتفيش ودايما النادي الاهلي عايز زيادة وده واضح في تصريحات بيتسو موسيماني نفسه اللي بعد ما تكسب الهلال السعودي في كاسر عام الاندية والمفترض بقى ان هو في نشوة الانتصار بيعمل حوار وبيقول ان بالنسبة للنادي الاهلي التعادل والخسارة دي نهاية العالم لدرجة ان هو في فترة احترفه في اوروبا ما شافش كده والنهاردة برضو جوزيبي زيرو المدرب السابق لنادي الاهلي بيقول ان غلطت عمره ان هو سابق النادي الاهلي وياريته مثلا يعني بيقول كده وسابق النادي الاهلي مثلا وراح لفريق تانية لا ده بيتكلم ان هو راح بورتو بورتو كبير البرتغال يعني الراجل بيقول غلطت عمره ان انا سبت الاهلي وراحت بورتو فالمدرب الاجنابي او اللاعب الاجنابي او العضو لما بينضم المنظومة الاهلي بيبقى فهم كويس جدا او بيبقى متفهم له النادي ده عايز ايه وجمهوره عايز ايه وايه اللي هيقابلك لما تاخد قرار مش علي هواهم او ان انت تخسر ماتش او تتعادل لا يعني الموضوع كارثة فعشان كده الراجل بكل البطولات اللي كسبها دي ناردة داخل على تويتر وبيقول انا بالك خمساشر شهر بس تصبره عالاسبور يعني انتو صبره عاليه هيقسب ايه يعني الراجل هيقسب اكتر من كده ايه محتاج صبر اكتر من كده ايه فالحقيقة ان من الواضح ان دي بيتسو موسيماني ابتدى يحس بالاستقرار وجات له اشارات ان مشروعه مع النادي الاهلي مكمل فدي دي حاجة كويسة وحافز كويس والراجل داخل على دور الابطال من بدايته بيبتدى مشوار دور الابطال ولو كسب بقى دور الابطال التالت على التوالي ده بقى يعني هانا ده يتعمل له تمثال في النادي الاهلي من قبل حتى ما يسيب النادي